السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي انجليزي للصف السادس الابتدائي عدي قطعة داخل الكتاب موجودة بيونتو راح نوزارية طبعا راح نترجمها ونحلها زي I am a heart doctor surgeon from Sunday to Thursday I work in a hospital قايل أنا طبيب قلب جراح من الأحد إلى الخميس أعمل في المستشفى I work on from I get up very early because I usually do operations in the morning غايل أنا أرتدي أنا أرتدي زي موحد أو أستيقظ وأستيقظ مبكرا لأن عادة أقوم بالعمليات في الصباح Today is Saturday I am sending time with family نقول اليوم السبت اليوم هو السبت أنا أقضي الوقت مع عائلتي We are shopping in the mall looking for winter clothes My son is buying a warm a warm a denim a jacket قايل نحن نتسوق في المال وأبحث عن ملابس الشتاء ونشتري السترة الدنيم الدافئة زي My debtors is buying a fake sweater ونقول ابنتي تشتري السترة ابنتي تشتري السترة I am buying comfortable shoes for work وتشتري الأحذية المريحة للعمل Sometimes I play tennis at the weekend نقول في بعض الأحيان تلعب التنس في نهاية الأسبوع هذه الأسئلة I surgeon is a doctor who does operations قايل الطبيب الجراح هو الذي يجري العملية yes زي number two she always does operations in the morning إنها دائما عمليات في الصباح خطأ لا مكان always نقول عادة خلي يجولي هو هنا وهنا خلي خلي always لو قايل يعني she يجولي كان قلنا صح بس مكان يجولي خلي always إذن خطأ number three she works from at work هي ترتدي إزاي الموحد في العمل yes number four today she shopping with friends اليوم تتسوق مع الأصدقاء no زين she five she is shopping for white cut for work نقول هي تتسوق للحصول على معطف أبيض للعمل no six here deserves buying a thick sweater ابنتها تشتري سترة yes ابنتها تشتري سترة seven they go to the shopping every day يذهبون إلى التسوق كل يوم خطأ no eight she sometimes plays tennis at the weekends هل هي في نهاية هي بعض الأحيان تلعب التنس في نهاية الأسبوع نقول yes وشكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا